وعندما يلفظ نظام أنفاسه الأخيرة يتبنى اللامبالات في كافة تصرفاته وأفعاله وممارساته وذلك إشعار لا يمكن التغافل عنه لما له من نتائج وخيمة تهدد الأمن والسلم الدوليين وما يعانيه النظام القطري اليوم هو أشد خطورة على الشعب القطري وشعوب الدول العربية من أي حالة دولية تتفاعل بشكل سلبي في المنطقة العربية وما حدث مع نظام الدوحة القائم على التشتت واللامسئولية يفقده شرعيته الدبلوماسية في المنطقة وخصوصا منذ أن قاطعته الدول الداعية لمكافحة الإرهاب نتيجة ممارساته العشوائية والطائشية في المنطقة العربية مسؤولو الدوحة تبنوا سياسة مفادها أن الخروج على القوانين الدولية هو حق سيادي للنظام وأن دعم الإرهاب وإيواء زعمائه ضرب من ضروب شيم وأعراف يتوهمها المسؤولون بغير حق أو شرعية وأن الاعتداء على سلامة وأمن الطيران الدولي دون أي سبب يبرر عدم الاكتراث بالمعاهدات والمواثيق الدولية وها هو المجتمع الدولي يقف شاهدا على تصرف استفزازي جديد لنظام الدوحة فقد قام النظام بتهديد أمن وسلامة المسافرين المدنيين في اختراق سافر وجديد لمسؤولي النظام القطري لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الأمنية والدولية تمثل في اختراق طائرتين حربيتين قطريتين للمجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين وهو ما يعد دليلا دامغا على أن قطر تريد إشعال المنطقة عبر أحداث مفتعلة وغير مبررة قيام النظام القطري بهذا الانتهاك والاختراق الدولي يجسد مرحلة التآكل الذاتي والانجرار إلى حضيض الانفعالات والعجز عن المواجهة ولجأ لهذه الوسيلة باعتبارها وسيلة لتسليط الضوء على أزمته الصغيرة جدا في انحدار دبلوماسي خطير وغير مسبوق هذا النشاز الدولي والخروج عن المنظومة العالمية يحتم على المجتمع الدولي عدم السكوت على مثل هذه التصرفات الرعناء التي تهدد الملاحة الجوية ولا تكون عرفا قد تستخدمه جهات ودول أخرى في نزاعاتها وهذا ما يتطلب الحزم والحسم في لجم هذه الممارسات وإيقافها عند حدها ووفق حجمها الذي يعرفه العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر